اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويحدث شيخنا ويقول والله اردت ان اختم حياتي مع هذا الكتاب لا اله الا والله قصة عديدة يقول فابتدأت بالف لام من من البقرة حتى وصلت سورة طاه يقول استوقفتني آية هو ورم وقع له في الخلف هنا ويتفشى منه سلطان واستوقفتني هذه الآية وبدأت اكررها يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال يسألونك يا محمد من الجبال ماذا اجابهم قال له الله قل لهم فقل ينسفها ربي نسفا إذا أراد الله أمرا كن فيكون فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمكا يقول استوقفتني هذه الآية يا الله يقول بلد مرد بعد هذه الآية يا الله جبال تنسفها ورم ما تنسفهم بلى يا ربي تستطيع بلى يا ربي تستطيع وبدأت العلاق مع الله أم من يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله يا ربي ورم ما تستطيع تنسفه بلى يا ربي أنت تنسف الجبال يقول هكذا والله رددت هذه الآية وقرأت وما قرأت قرأت ما قرأت ثم أتى منعد الزيارة الأخيرة للمستشفى لعمل التحاليل الأخيرة ويدخل المستشفى ويكشف فيقول له الدكتور أسألك بالله أين ذهبت أين الورم فقال له هذا المريض نسفه ربي نسفا لا إله لم يبقى أثر لهذا الصلاة أبدا ولا لهذا الورم ويسألونك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا أختم الذي يجلس مع القرآن ويضع له ورد مع القرآن ويرتبط بهذا الكتاب القرآن ما يضيعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر